موسيقى أهلا بكم أحبائي في درس جديد من دروس نحو العبرية الكتابية الحلقة بتاعتنا دي الحلقة 15 وفيها نشارك مع بعض الدرس الثاني عشر أسماء الإشارة خلينا نشوف مع بعض الدرس دوت بيكون من إيه أسماء الإشارة في اللغة العبرية تتميز بالبساطة الشديدة بعكس أسماء الإشارة في اللغة العربية في اللغة العربية في تفاصيلات كثيرة جدا خاصة بإسم الإشارة لكن قبل من نقول أسماء الإشارة في العبري إيه تعريف إسم الإشارة؟ تعريف بسيط خالص بيقول هو كل إسم يدل على مسمى معين بالإشارة إليه؟ إشارة حسية أو معنوية طبعا ممكن التعريف يكون صعب شوية لكن ممكن التعريف يبان من خلال الأمثلة اللي أنا أخدها أثناء عرض الدرس خلينا نشوف إيه أسماء الإشارة اللي وردت في اللغة العبرية عندنا إسم الإشارة المفرد المذكر للقريب ذا واختصاره ميم ذال فأنا أعمل إختصار ميم ذال دي بين قسيم علشان أقول إسم مفرد مذكر بدل ما أعد كل شوية أكتب إسم مفرد مذكر يبقى دي معناها إسم إشارة مفرد مذكر ذا المؤنس بتاعه زود زي بالزبط لما يكون عندك فيل وفيلة أنت بتحط تاقة مربوطة فالعبري فيه الحتة دي برضو ممكن تحط تاقة مربوطة بتجيب الإسم المؤنس من المذكر فدي زي كأنه بدأ بالزي زود زود يعني هزين فدي مؤ يعني إسم إشارة مفرد مؤنس زود له شكله مختصر ممكن أقول زو يكتب زين حولم فاف أو زين حولم هي يبقى زي زود الجامعة بتاعهم اللي وليها شكل مختصر إيل سامي أحد بقولي الله طب ما أنا عندي اسم التنزيح من أسماء الله اسم إيل هميز زي ما بين إيل كاسم لربنا وإيل كاسم إشارة الاسم إيل تقريبا جهة من مرات في الطبعة العبري ويجي معرف تقريبا ويجي في السياقات لا يمكن تقول عليه أنه ينفع يكون الله يعني أنت غزبا عنك لما تقرأ النص غزبا عنك تقول لابد أن دا يكون اسم إيه إشارة طب المرات دي فيم دي تفصيلات أنا مش عايز أضايع وقت كتير ممكن ترجع لها في المراجع أو الكتاب اللي إيل يبقى أسماء الإشارة باختصار شديد جدا أسماء الإشارة للقريب ز زوت اللي إيل الناس العلماء بتوناحوا بيبقى شايفين قوي أن فيه تقارب ما بين لغوي في الأصل يعني ما بين ز وزوت بيقولوا من ناحية من ناحية الأصول من ناحية الأصل اللغوي للكلمة تقريبا دول أصل مشترك لكن مش شايفين أي أصل مشترك ما بين ز وزوت مع بعض وما بين اللي حاسين إن مفيش جزر مشترك يجمحهم مع بعض طيب يبقى كده أخدنا أسماء الإشارة للقريب عايز أشوف استخدام اسم الإشارة بنستخدمه إزاي تعاني نشوف كده مع بعض اسم الإشارة في اللغة العبرية لغة استخدامين استخدام فيهم اسم الإشارة يجي معرف واستخدام تاني اسم الإشارة يجي ناكرة تعاني نشوف المعرف بنسمي إيه والناكرة بنسمي إيه أول استخدام لإسم الإشارة إن يكون معرفة اسم الإشارة نفسه طبعا ده مختلف عن العربي خالص يعني محدش بيقول الهذا الرجل احنا بيقول هذا الرجل على طول في العبري اسم الإشارة بتحط له ها التعريف يعني كأنك بتحط له ألف ولام ودي حاجة غريبة مش موجودة عندنا في الإيه في العربي عمرنا ما سمعنا على الهؤلاء أو قال هذه لكن في اللغة العبرية ساعات اسم الإشارة يجي معرف بأداة الإيه التعريف فلو جي معرف بأداة التعريف في الحالة دي بنسميه صفة إشارية هو في العربي لما بنيجي نشرحه بنقول بأسم إشارة بس عشان نكون دقة أكتر بيعمل عمل الصفة إزاي بيعمل عمل الصفة تعال نشوف مثال هو بيجي مع اسم بيشاور عليه اسم الإشارة بيشاور على اسم وبيتفق معاه في النوع يعني ايه النوع يعني لو كان الاسم المشارئ لمذكر لازم اسم الإشارة يبقى مذكر لو كان مؤنس يبقى لازم اسم الإشارة يبقى مؤنس ويتفق معاه في العدد لو الاسم المشارئ ليه مفرد هستخدم له اسم إشارة مفرد لو الاسم المشارئ ليه جمع هستخدم له اسم إشارة جمع طب لو الاسم المشارئ ليه مثنى مفيش اسم إشارة مثنى في اللغة العبرية ده يريحنا هستخدم في الاشاره للاسم المسنه اسم اشاره جمع خلاص طيب وعلشان اسم الاشاره يبقى صفه اشاريه يتفل مع الاسم المشاره اليه في التعريف يعني لو الاسم معرف اسم الاشاره يجي ايه معرف تعال نشوف مع بعض هذا المكان همكم هزيه حد بلاحظ حاجه انا قلت بالعربي هذا المكان في العبر ايه المكان هذا يبقى انا غالبا اسم الاشاره في اغلب الجمل اللي فيها اسم اشاره واسم مشاره اليه بيحصل ايه بنعكس عكس العربي همكم هزيه بترجمها ايه هذا المكان طيب بص الجماعة الانجليز لما بيجوا ترجموها بيقولوا ايه زيس بلاس عندهم ده ناون ودي ناون يعتبر ده اسم اشاره بس لانه سبق الاسم بلاس فكأنه صفه عشان كده نسمو اسم الاشاره صفه اشهاريه ديمونستريتف اجكتف مكم اسم مفرد مذكر زي اسم مفرد مذكر مكم معرفه اسم الاشاره اه معرف مفرد مذكر يعني العدد واحد ومذكر النوع مذكر وعدد واحد والنوع مذكر يبقى في النوع والعدد والتعريف طب في حاجه اخيره كمان بص اداة التعريف لما دخلت على اسم الاشاره عملت ايه طبقت طبقنا القاعده بتاعت اداة التعريف لما بتخش على اسم ناكرة بتسبب تضعيف الحرف الاول من الاسم فزي بقت هزيه وتحط جوه الزين نقطه ايه ده جيش فيبقى همكم هزيه هذا المكان طب نشوف المثال التاني ها اراسوت ها الليه اراسوت جمع ايرتس يعني الاراضي ها الليه استخدمت اسم اشاره بسبب ان دي كلمه جمع طبعا دي جمع مؤنس الليه تنفع اسم اشاره للجمع المؤنس وتنفع اسم اشاره للجمع المذكر عشان كده قلت لحضراتكم اسماء الاشاره بسيطة في العبرية مش بنفس التفصيل بتاع اللغة الايه العربية ها اراسوت ها الليه معرف معرف مؤنس مش هتفرق معي دا ينفع للمؤنس جمع جمع وطبقت القواعد برضو بتاع دات التعريف مع ها الليه لان الليه بتبدأ بحرف الاليف دي من ضمن الكلمات اللي بتبدأ بحروف ارع قلتلكم لما تبدأ الكلمات بحروف حلق الحلقية ارع البد تحت تقلب قمص فعشان كده ايه ها الليه لان حرف الاليف بيرفض التضعيف بنقطة الدجيش يبقى ها اراسوت ها الليه هزي الايه الاراضي يبقى دا الاستعمال الاول لاسم الايه الاشاره الاستعمال التاني لاسم الاشاره اه قبل ما اخش في الاستعمال التاني عايز اقول حاجه بس صغيره ممكن يفصل ما بين الاسم المشارق اليه واسم الاشاره صفه او اتنين او تلاته يعني صفه او اكثر تلاحظوا ان انا كاتب جملة يبدو ان هي جملة هي مش جملة هي عباره عن اسم مشارق اليه مع اسم اشاره بس الاسم المشارق اليه اللي هي كلمه السنين او السنون هاشانيم على فكرة كلمه سانه بالعبري اسمها شانه بالعربي سانه مishi سانه يعني شانه طيب جمعها هاشانيم هاشانيم ها هي ما عليه يعني المفروض الجملة ببساطه تكون هاشانيم ها commissions هاي الليه هزي السنين اللي هي المترجم ترجمها ايه في اول العبارة هذي السنين بس فصل بين الاسم الاشارة وما بين الاسم المشارق ليه كلمتين ايه الكلمتين دول اول واحدة فيهم صفة في صيغة الجامع هاتو فوت واسم فاعل جامع مؤنس باوت هباوت يعني الاتيات توفوت يعني الصالحات وباوت الاتيات طبعا مش عايز اخش في موضوع الاسم لاني النهاية ايم بتميز جامع المذكر لكن في الواقع كلمة شنا اسم مفرد مؤنس وجامعها شاز بتجمع بشكل جامع المذكر فدي جامع مؤنس بصفة مؤنسة اسم فاعل جامع مؤنس هقول تاني اسم جامع مؤنس صفة جامع مؤنس اسم فاعل جامع مؤنس هقل ليه ده اسم الاشارة ينفع لجامع المؤنس وجامع المذكر في الاصل ادي الاسم المشارق ليه ودي اسم الاشارة ممكن يفصل بينهم صفة او ايه او اكثر فلما اجي اترجم اروح اقل هذه السنين او هذه السنوات الصالحات الاتيات او هذه السنين العربي يقبل ان انا استخدم مفرد مع جامع هذه السنين الجيدة القادمة اللي بالاحمر دول الترجمة اللي بالاحمر بتقابل الصفتين اللي موجودين بالعبري فما تستغربش قوي هذه الجماعة الشريرة الى متى اخفر الى هذه الجماعة الشريرة الرب بيكلم موسى فجات ازاي كلمة هذه الجماعة الشريرة جماعة اسمها عيدة عيدة يعني جماعة ليه اتحطت اداة التعريف بالقمص لان عيدة من ضمن الكلمات اللي بتبدأ بحرف حلقي من حروف كلمة قرع فالبت تحت تقلب لقمص اسم الاشارة لان عيدة اسم مفرد مؤنس جماعة يبقى زوت فالجملة اسم الاشارة والاسم المشارق اليه هي عبار عن ايه هاعيدة هزوت هذه الجماعة فصل بينهم صفا هرعا يبقى هذه الجماعة الشريرة مثل الاخير جي من تاسنية حق جوي جوي يعني امة بس بالعبري كلمة امة اسمه مفرد مذكر طب انا عرفت منين بسبب اسم الاشارة لان اسم الاشارة بيتطفق مع الاسم المشارق اليه في العدد والنوع والتعريف اسمها الاشارة ممكن تحليل المشكلة تقول لي الاسم مذكر ولا مؤنس لان اعرف زوت اسم اشارة مؤنس يبقى انا اوتوماتيك كلمة عيدة لازم تكون اسم ايه مفرد مؤنس اخدت بالكو ازاي فهق جوي هي جوي سعدت ترجم امة فتقول لي دي اسم مفرد مؤنس لا ممكن ترجمها شعب بولا سواء ترجمها امة او شعب هي في العبري اسم مفرد ها مذكر ليه لان اسم الاشارة هزين فاصل ما بين اسم الاشارة والاسم المشارق ليه بصفة حق جدول حق جوي حق جدول هزين يعني هذا الشعب العظيم طب لو المترجم قال هذه الامة العظيمة برضو مش غلط انبعنا وصل هيكون غير اسم الاشارة المذاكر خليها هزين مش هتفرق لانك انت بس خليت الايه جوي بمعنى امة هنسميها مقتضيات الترجمة لكن ما ما خربتش الدنيا يعني طالما انا قلت الايه المضمون زي ما هو فلو قلت هذه الامة العظيمة تمشي هذا الشعب العظيم انا هيفرق معايا لما تيجي تحلل تقول لي دي اسم اشارة مفرد مؤنسنا يبقى غلط لازم تقول ده اسم اشارة مفرد مذكر الاستعمال التاني الاسم الاشارة ان يأتي ناكرة اسم الاشارة للقريب يأتي ناكرة في الحالة دي ما بنسموه صفة اشارية بنسميه ضمير اشاري ضمير اشارة بيسموه ديمونستراتيب بروناون ضمير الاشارة كده بيبقى ضمير وفي الحالة دي كأنه اسم يعني انا الاستعمال الضمير ده جوة جملة هيبقى له موقع عرابي ممكن يبقى فاعل ممكن يبقى مبتدأ ممكن يبقى مفعول به وده هيأثر على الترجمة خد بالك ازاي نشوف ازاي ممكن يجي اسم الاشارة مبتدأ في سفر التكوين اصح خمسة والعدد واحد زي سفر طول دوت ادم اللي هي ترجمة هذا كتاب موليد ادم دي بالعربي مش معناها هذا كتاب مش بتقول زي سبوك هذا كتاب او مش بتقول هذا كتاب لا ده انت لو جيت ترجم الجملة دي بالانجليزي هتعملها جملة من مبتدأ وخبر هذا ضمير اشارة في محل رفع مبتدأ وكتاب اللي هي خبر بتاعه فلهي بتيجي الترجمة بالانجليز متقولش زي سبوك هتقول ايه زيس ايز وعلشان ده كتاب موليد ادم يبقى الكتاب دي كلمة معرفة يعني زيس ايز بوك اوف زي جنيريشنز اوف ادم انت كده بصدد ايه جملة اسم الاشارة جاي فيها مبتدأ اخدتوا بالكم من اله وده تلاحظوا بقى لما تستعرض بقى الترجمات اللي هي يبقى الاستعمال التاني الاسم الاشارة ان اسم الاشارة يأتي متفقا مع الاسم الاشار المشار اليه طبعا ده مذكر دي مذكر سفر اسم مفرد 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 لكن دي معرفة بالاضافة لكن ده ناكرة يبقى اسم الاشارة عندما يأتي ناكرة لا يستخدم كصفة اشارية وانما يعمل كضمير اشارة وبيقى له موقع اعرابي يعني ما يجي مبتدأ زي ما شفنا في المثال ده زود بريتي خدنا الضماير بريتي بريتي يعني عهد بريتي يعني ايه عهدي يبقى زود بريتي شوف المترجم عشان كده حط كلمة هو هذا هو عهدي لو قال هذا عهدي كانه بشاور على عهدي في حتة كده وبقول ده عهدي لكن المترجم عشان مدرك ان دي جملة وانا ضمير الاشارة ناكرة والمشار اليه معرف بالاضافة فضمير الاشارة يعمل له محل اعرابي يعمل كمبتدأ فتترجم بالانجليزي ده مثال تاني ممكن يجي اسم الاشارة بس كده معي فاعل لو يرشيخ زين لو يرشيخ زين لما ابونا ابراهيم بقول الرب لا تسماعيل يعيش امامك قال له لا يرسوك هذا لا يرسوك هذا يبقى مي هذا ده الفاعل بتاع الفعل يرس مش هو ده اللي هيورسك يبقى انا مش بي يعني ده ضمير اشارة له موقع عرابي قدتو بالكو ازاي يعمل عمل الفاعل زي يا سا في ميلاد فارس وزارح تقريبا من سمار هذا خرج اولا فراح تدي الولاده ربطه حاجه على ايده هذا خرج اولا زي يا سا هذا خرج يبقى زي هنا فاعل واضح قوي جملة واضح قوي فمن فضلك وكمان مش جايه كاسم يشير الى اسم مشارق اليه انه جملة فعلية فمتعملوش على انه هي صفه اشارية ولكن ضمير اشارة اسم الاشارة ممكن يجب مفعول بيهن الجملة اللي قالها تقريبا اخاب على ميخة بن ياملة ضعوا هذا في السجن سيموا ايد زي بيت حق كليه طبعا فيه نوع من السجع الخفيف في القراءة زي كليه سيموا وكمان اسم الاشارة مسبوك بعلامة ايد علامة المفعول ايه بيهن سيموا ايد زي بيت حق كليه ضعوا هذا في السجن هي هي حرفية مفيش كلمة فيه بس ضعوا بيت السجن ضعوا مع بيت السجن المفروض نقول ايه اسجنوا هذا يعني لو عايز ترجمة ترجمة حرفية وتمشي مع العبارة الادفربي العبارة الظرفية بعد الفعل وضعه فدي تبقى في محل ظرف الزوت عصو افعلوا هذا يبقى اسم الاشارة في محل مفعول به طبعا زوت اسم اشارة مفرد مؤنس المترجم ترجمها ايه هذا معرفش الزوت بتشاور على ايه في النص ده بتاعتكوين اتنين واربعين اه تمنتاشر بس دايما الاعمال اه ساعات بتيجي مؤنس وساعات بتيجي مذكر مع سا وممكن مع صوت او مع سا يعني ممكن عملة عارف ما يقولك انت عملت العملة دي فالعملة دي بيعبروا عنها باسم ايه زوت افعلوا هذا اسم الاشارة ممكن يبقى بدل زي مشام زيس موزس يعني موسى ده هنا بشوار على موسى مش بقوله هذا موسى مش واحد وقف مع موسى بقوله شاف اللي هناك ده ده موسى مش جاية كده ده جاية في موقع اسمه الابوزيشن بدل ومبدل ايه منه زي لحمينه هذا خبزونه هذا خبزونه في التحرق كده كمان مش هذا خبزونه هذا خبزونه وطبعا ان شغل النبارات بيبان في الاراية اسم الاشارة ممكن يجي مجرور بعد حرف جر احار زي بعد هذا لا الليم لهؤلاء اخد بالك مجرور بحرف اللامر اسم الاشارة ممكن يجي مضاف اليه ماليشا شفوه زوت اكمل اسبوع هذه بقعد معدي اسبوع ونجوزك بعد كده رحيل بس اتخدم مباشر سبع ايه سنين اسبوع هذه مضاف ومضاف ايه اليه اسم الاشارة جاي هنا مضاف اليه ممكن اسم الاشارة يجي بالارتباط مع الاسماء الاستفهام مي يعني من مي زي مالخ هكفود من هو هذا مالك المجد الجملة اللي بنصليها تقريبا في عيد الايامة في قداس الايامة بنقرى المزمور ده وبنلحنه مي زي مالخ هكفود من هو هذا مالك الايه المجد ما الزوت عسيت ما هذا الذي فعلتي سؤال الرب الايه الحواء وزوت اسم مفرد يعني ايه العاملة اللي عملتيها دي حواء زوت جاي اسم مفرد مؤنس عاملة وكانت عاملة ايه بعد عنكم عاملة مش كويس خالص عاملة سودة ما زوت عسيت لما زي سحكا سرا لما زي يعني لماذا شبه العربي قوي بيقولوا ساعات الزي زائدة وساعات زائدة انا ملهاش لزوم او لتحسين تجويد النطب للتحسين يعني النطب لما زي سحكا سرا لماذا ضحكت سحك يعني ضحك سحكا سرا لماذا ضحكت سارا شايفين التقارب ما بين اللي انا عايز اقوله ان اسماء الاشارة ساعات بتيجي مع اسماء الاستفهام وفيه فرقين بيقولوا اما زائدة او لتحسين النطب ساعات بتبقى يعني جزء من الجملة زي من هو هذا انا مقدرش اقول هنا زائدة ما هذا الذي فعلتي لكن معلمة زي بالزال بيقولوا زائدة لا لزوم لها لتحسين النطب يعني خلينا اقول الفرقين لان ربما انا اخطقت شوي في العرض يا اما جزء من الكلام مقدرش استغنى عنه زي مع اسم الاستفهام او ممكن تكون زائدة ويمكن الاستغناء عنها وظيفتها وظيفة صوتية فقط ناخد نقطة تانية في اسم الاشارة دلالات واستعمالات اسم الاشارة النكرة للقريب في استعمالات كتير جدا موجودة في مراجع بس مش كتير مراجع انجليزي اغلبها مراجع العربي في توضحها كلها احنا حاولنا في كتاب نحو العبرية الكتابية ان احنا نغطي اغلب الاستعمالات مثلا انا فاكر منها استعمال التحقير التحقير مثلا نشوف مثلا المثال صفحة 259 اطرد هذه عني الكلام الكلام مش شو دي من قدامي في لغة تفيد الايه التقليل والازدراء ضعوا هذا في السجن الملك اخاب مش همه النبي ميخة رجل الله مش عايز يقول اسمه هو هذا هذا صاحب الاحلام قادم لما كانوا بتكلموا على ابونا يوسف فيه دلالات كتيره انا مش عايز اضيع وقت خلينا نرجع لها ممكن نرجع لها في الكتاب من صفحة 258 ل 262 طيب في واحد بيسأل هل في اسمه اشاره في العبري للبعيد زي العرب احنا عندنا زاكا وتلكا هل العبري في كده اه في كده في كده بس ازاي ما بيستخدموش لزي ولا زوت ولا الليه بيعملوا ايه بيستخدموا اربع ضماير بتوع الغائب الضماير المنفصل احنا قلنا فيه عشر ضمائر منفصله في اللغة العبرية فبيستخدموا الضمير التالت اللي هو سري ام اس و سري اف اس وسري ام بي وسري اف بي سري ام اس اللي هو هو وبيحطوله اداة تعريف يعني احنا ما عندنا في العربي كلمه هو مفيش حد بيكتب او سمعناه بيقول ال هو هم بيحطوا اداة تعريف لكلمه للضمير المنفصل هو فها هو تبقى معناها زاكا او تلكا للمذكر هاهي تلكا للمؤنس هاهما تلكا بس للجامع تلكا الايام مثلا هاهما 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 دول مع سري ام بي هاهنا طب وبتيجي يعني كاسماء اشارة للبعيد مع مين بالذات بتيجي مع مفردات بنسميها مفردات زمنية فايه المفردات الزمنية عندنا في العبري عيد يعني وقت او مرة عيد تعني وقت او مرة او حين ليلة معناها ليلة يميم بتيجي بمعنى ايام وفي بعض السياقات بتيجي بمعنى سنين يوم طبعا يوم جمعها يميم تعال نشوف من الاصطلاحات الشهيرة في اسماء الاشارة البعيد باستخدام الضمائر المنفصلة للغائب والمعرفة لما نقول باعت هاهين يعني معناها في ذلك الوقت عايز اسأل حضراتكو سؤال الناس اللي بتسمعني كلمة عيد معناها وقت او حين والبيت حرف جر للمترجم ترجمها معرفة قال الوقت قال في الوقت هي البيت هنا من الترجمه فيه وعيد الترجمه الوقت اللي فيكو فاكر لما حرف الجر المتصل بيخش بيخش على اسم معرف عنده قدره يعمل ايه في اداة التعريف يقتلها وتتغير حركته من شفا الى حركه اداة التعريف بعد ما يقتلها لانها بتسيب حاجه من ريحتها قلنا بيحصل ثلاث حاجات شفا حرف الجر بتتغير تسقط اداة التعريف تموت بتسيب الحركه بتاعتها لحرف الايه الجر يبقى الكلمة ديه اصلا معرفة يبقى بعيد هاهي يعني في ذلك يبقى دا اسم اشارة البعيد الوقت طيب بالليلة هاهو هاهو ضمير منفصل مفرد مذكر هو طب انت ليلى دي اسم مفرد مؤنس قلتلكوا دي اسم مش هايز لهو شكل مؤنس بس هو في القواميس مفرد مذكر يعني ممكن تقول في ذلك الليل وممكن تقول في تلك الايه الليلة طب ليه ترجيمة ليلة معرفة نفس القصة حرف الجر قدها الادات التعريف وكانت معرفة بتح ثابت الحركه بتاعتها لحرف الايه الجر انا بقول الكلام ده عشان اعمل مراجعة للدروس اللي خدناها قبل كده طيب باي يوم هاهو يبقى الضمير المنفصل المفرد المذكر يقول لي كلمة يوم مفرد مذكر طب ليه هاد التعريف هاي لبتح يبقى اكيد كان في ها التعريف مشكلة بحركة بتح ماتت ثابت البتح لحرف الايه الجر يبقى ترجم في ذلك اليوم باي يوم هاهو باي يميم هاهم نفس القصة تاني طالما بيت شاي لبتح يبقى كان فيه ادى التعريف شاي لبتح يبقى في هاهم في تلك الايام هاهم هاهم بسرعة با عيت هاهي بالليلة هاهو باي يوم هاهو باي يميم هاهم هل في اسماء اشاره اخرى للبعيد احنا قربنا نخلص درسنا يمكن دي اخر صفحه في اسماء اشاره فيه بس الشيء الجميل ان عدد المرات اللي ذكر فيهم اسماء الاشاره دول يتعدوا على الصوابع فنشكر ربنا يعني دي حاجة كويسة اول بس لازم نقولهم عشان هما اسماء اشاره للبعيد اول اسم اشاره اسمه هلا زيه هو كأنه زيه وكبرت شويه هلا زيه معناها زيه ترجم ذات ده مفرد مذكر اسم اشاره البعيد اسم اشاره تاني مفرد مؤنس للبعيد اسمه هليزو ما جي مره بص انا جي مره واحد هليزو هنا هلا زيه جي مرتين اخر حاجه اسم اشاره مفرد للبعيد بنوعي يعني ينفع يشاور على البنت وينفع يشاور على ايه شيء مذكر شيء مؤنس شيء مؤنس اسمه هلا زيه زيه ده جيه سبع مرات يعني فعلا يتعدوا على السابع وعشر مرات بس بس لازم نقولهم نشوف مثال منهم اسمه هلا زيه جيه مرتين ادي مره منهم جات في تكوين اا اربعة وعشرين خمسة وستين لما رفق شافت اسحاء عند المساء جاي من بعيد من هذا الرجل الاتي للقائنا فعليك له ايه ميها ايش هليز هلا زيه المره اللي جي فيها هليزو اللي هو اسم الاشاره المفرد المؤنس جيه في حسق يال ستة وثلاثين خمسة وثلاثين هارتس هليزو برضو المترجم ترجمها هاي هذه الارض كان ممكن يقول تلك الارض او اا تلك مش هينفع اقول ذاك تلك الارض طيب نشوف اسم الاشاره اللي ينفع يجي للمفرد بنوعيه سواء مفرد مؤنس او مفرد مذكر اللي هو هلاز هوازة تلك الشونامية هنية انا سامى واحد شاطر اوي بيقول لي انتدتنا هنية على انها ضمير سري اف بيه اللي هو بيساوي هن بالعربي فعلا هنية تنفع ضمير غائب للجمع المؤنس بمعنى هن وتنفع اداه للتنبيه بس انا محبيتش اقول كل الكلام عن هنية وانا بستعرض الضمير هنية هشوناميت هشوناميت المين فيها دا جيش هنية هشوناميت هلاز هوازة هنا بقى مقدرش اقول غير ان المترجم اصاب وعمل ايه تلك اسم اشاره مفرد اه للبعيد وللمؤنس دبير الهنعر هلاز الرب بيقمر زكريه بيقول له ايه وكلم هذا الغلام طبعا مفيش داعي ترجم ال يعني ممكن ترجم ال لو انا يعني ايه بدل ما اقول اه كلم مش هينفع اقول كلم الى هذا الغلام ممكن يخليها تكلم كفعل اهم تكلم الى هذا الغلام او مع هذا الغلام لكن المترجم اختار انه يترجم دبير كلم كلم هذا الغلام هنعر هلاز ملحوظة اخيرة واحنا بنختم الدرس الصغير دا اسماء الاشاره لا يجب الخلط بين هلازي اللي هو اسم الاشاره للمفرد المذكر اللي جيه بس مرتين في الكتاب المؤدس وبين كلمة هلازي ودي جات في اشعية 58 لما الرب بيقول لشعبه على لسان النبي اشعياء بيقول لهم ايه اه 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 اتسمي هذا صوما واحد بيقول انا صاهم وعمل ينزل ضرب في الناس ويسخر في الناس وشغلهم حتى في يوم السبت ها هتسمي هذا صوما هلازي تكره صوم كلمة صوم بالعبرية اسمها صوم بالعربي صوم بالعبرية اسمها ايه صوم صادي بحلم فاوف ميم فالهاء دي لوحديها وحده كلاميه ده حرف استفهام همزه يترجم همزه او هل واللامت دي ده حرف جر من حروف الجر المنتصله وتشكل بقمص علشان المقطع الزي منبر وزي ده اسم اشاره يبقى الكلمه دي عباره عن ثلاث وحده كلاميه حرف استفهام يترجم هل حرف جر اسم اشاره لكن الكلمه دي كلمه على بعض ايه اسمها هلا زي طبعا دي جت مرتين دي جت مره في سفر اشعيه ومش بعيد ممكن ان لقيها في حته ايه تانيه حد يقدر يقول الفرق بينهم ايه حد ملاحظ هنا فيه نقطه ده جيش هنا مفيش ده جيش فرق تاني هنا فيه بتح هنا فيه حطف بتح حرف الاستفهام هي الحركة الشائعة بتاعته حطف بتح انا سامع واحد بيقول لي كده الهي كبرت قوي انا خدت الهي دي اه ضمير يعبر عن المفرد المؤنس خلاص هي بيجي في اخر اللفظة ضمير ملكية الهي دي ممكن تبقى ده تعريف والنهار ده انا بزود عليك بيقول لك الهي دي لو تشكلت في الغالب حطف بتح ممكن تبقى حرف استفهام انا كده الدرس بتاعنا اسماء الاشاره يبقى خلص راجع الدرس مرة تانية ولكن ما تنساش في نهاية كل درس احنا بننبه على حاجه مهمه هتقرى مفردات الدرس 12 والمفردات مأخوزه من سفر الخروج مرة دي كبيره شوية معلش تلاته من عدد واحد لغاية سفر الخروج اربعة كله لغاية العدد 17 طب ليه اخدين الاسححين دول على بعض لان دي قصة دعوة الله لوسيط الخلاص في العهد القديم النبي موسى وفي الفصلين دول النبي موسى بيقدم للرب خمس اعذار عن انه يكون نبي او وسيط وفي الاخر بيقول للرب بيبعث واحد غيري لكن الرب بيصمم انه هيختار موسى كنبي علشان يروح يكلم فرعون ويطلق شعب اسرائيل من عرض مصر النص ده برضو من النصوص المهمة لان في الثلاثة وعدد 14 من فاكر القاية دي بفاجئنا الكتاب باستعلام الاسم الشخصي لاله اسرائيل لما موسى قال له اسمك ايه قال له قلهم اهيا الذي اهيا اهيا ارسلني اليكم فمهم قوي تذاكر المفردات اسمع ملف الاوديو اسمع النص واشوف النص المقروق وبعد كده اذاكر الايه المفردات اشوفك على خير في حلقة قادمة من دروس نحو العبرية الكتابية موسيقى اشتركوا في القناة